نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد سيد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي مساء الخير أهلا بك معنا إذن أطفال العراق بين واقعهم الأليم ومستقبلهم المجهول أنتم كمرصد ما المعلومات لديكم فيما يتعلق بوضعهم الآن بعد داعش نعم الأطفال الذين كانوا في مناطق النزاع وتحديدا في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وبالتحديد الأكثر مدينة الموصل هؤلاء يعانون من مشاكل عدة أول هذه المشاكل هي عدم تلقي الرعاية الصحية الكافية المشكلة الثانية هي تتعلق بأن عدم وجود مراكز تأهيل نفسي لهؤلاء الأطفال المشكلة الثالثة تتعلق بعدم وجود أماكن أو مدارس مفتوحة بشكل كامل تمكنهم من العودة للمدارس ثلاث ملايين ونصف طفل حريبوا منذ عام 2014 بالإضافة إلى سوء تغذية هذا ضمن الرعاية الصحية ثلاث ملايين ونصف مليون طفل هؤلاء حرموا من المدارس على مدى ثلاث سنوات تقريبا الآن لا يستطيعون حتى بعد عمليات التحرير من العودة أو إيجاد المدارس الكافية التي تأويهم أو التي تضمهم لتلقي التعليم وما فاتهم خلال السنوات الثلاثة الماضية بالإضافة إلى ذلك كنا نطمح وكنا نأمل أن يكون هناك عمل عبر خطة وآليات حقيقية من قبل حكومة العراقية لفتح مراكز إعادة تأهيل نفسي لهؤلاء الأطفال لكن هذا غير موجود على أرض الواقع بالإضافة إلى ذلك أيضا كنا نناشد دائما بضرورة أن يتلقى الأطفال الذين كانوا في مناطق النزاع العلاج النفسي وكذلك العلاج الجسدي الذي يخص الذين تعرضوا لإصابات وبتر في الأطراف أثناء العمليات العسكرية التي جرت لكن هؤلاء الأطفال لا في وقت النزاع ولا حتى مع بعض النزاع يتلقون العلاج طيب هل من أرقام وحالات في تفاصيل بما أنه تطرقنا لموضوع الصحي سيد مصطفى إن كان بأرقام أو حالات معينة مثلا في مدينة الموصل يعني الأرقام التي نمتلكها هناك تقريبا 700 ألف طفل هؤلاء لا يتلقون الرعاية الصحية الكافية بين هؤلاء 700 ألف هناك المئات لا نستطيع عدهم بشكل كامل لصعوبة ذلك المئات الذين ما زالوا يحتاجون إلى العلاج الجسدي بسبب الأضرار التي لحقت بهم أثناء المعارك بالإضافة إلى ذلك الأطفال الذين بترت أطرافهم وهؤلاء أيضا بالمئات لم يتلقوا ولم ترسل لهم أو يستطيعوا الحصول على الأطراف الصناعية لتمكنهم من العودة إلى الحياة والعودة إلى الاندماج المجتمعي لذلك سيكون هؤلاء الأطفال أمام خطر الموت وثانيا سيكونون على المجتمع ما لم تتمكن الحكومة العراقية من إعادة دمجهم في المدارس وإعادة دمجهم في المجتمع وبالتالي ستكون العوائل هي المتضررة الأكثر ومن ثم هؤلاء الأطفال بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك مشاكل مجتمعية ستزداد نسبة ذوي العاقة ستزداد نسبة الجهل ستزداد نسبة الفقر فبالتالي التركيز على الأطفال في هذه المرحلة عبر آليات ممكن للحكومة أن تعمل عليها ونحن مستعدون أن نساعدها في ذلك وهناك منظمات عديدة دولية تبدأ استعدادها دائما للتعاون مع الحكومة العراقية نتمنى أن يكون مؤتمر الكويت للمانحين يكون فيه تركيز على الأطفال يكون فيه تركيز على الملف الصحي ونحن نتحدث عن ربع أطفال العراق يعانون الفقر ونتحدث عن طبعات أخرى كثيرة بسبب الحرب بسبب وجود داعش غير موضوع البتر ما أبرز حالات التي يعانيها الأطفال بسبب الحرب بسبب داعش بكل تأكيد الآثار النفسية مثلا الأطفال ما زالوا يحلمون جسديا نعم هي لا تقل خطورة النفسي عن الجسدي الجسدية تتعلق بوجود شضايا في أجساد بعض الأطفال حتى هذه اللحظة في مدينة الموصل لم تستخرج لعدم وجود المستلزمات الصحية والطبية الكافية بالإضافة إلى ذلك أن المراكز الصحية والمؤسسات الصحية في مدينة الموصل التي شبه دمرت بي الكامل لم تعد للعمل بشكل مستمر ما بعد التحرير وحتى المؤسسات أو المراكز البسيطة التي يفترض أنها بديلة عن المراكز الأساسية لم تقدم الخدمة الكافية للناس بالتالي هؤلاء الناس أيضا البعض لا يستطيع الذهاب إلى المراكز الصحية لعدم توفر المال لديه خاصة الذين يسكنون في الساحل الأيمن من مدينة الموصل يجدون صعوبة جدا كبيرة في الوصول إلى الساحل الأيسر على الاعتبار أن هناك جسر واحد فقط يمكنهم التنقل من خلاله إلى الساحل الأيسر بالإضافة إلى ذلك أن نسبة أجور التنقل قد تكون مكلفة بالنسبة لهم لذلك يفضلون في بعض الأحيان البقاء في منازلهم لا خيار لهم طيب سيد مصطفى الحصول على علاج بسيط جدا ليس يعني لا يوازي المعاناة وحجمة سيد مصطفى بالنسبة لمؤتمر الكويت الاثنين أنتم تقدمون فقط وسائق ما رصدتموه أم لكم دور آخر تطالبون أو تعلمون بأن من الأولويات المؤتمر سيكون موضوع الأطفال تعولون على شيء تنتظرون شيئا ما أم لا ما نعول عليه هو أن تكون هناك أولا أن تكون هناك منح خاصة بالمؤسسة يعني بالبنى التحتية الصحية والبنى التحتية التعليمية بالإضافة إلى ذلك نعول أن لا تكون الأموال والمنح مرسلة على شكل أموال إلى الحكومة العراقية أو إلى المؤسسات العراقية نتمنى أن تنفذ المشاريع عبر مؤسسات دولية تكون هي ملتزمة أمام الشعب العراق حتى لا تذهب الأموال وتسرق مثلما سرقت أموالنا لضمان توزيع أنا أشكرك من بغداد عبر أقمار سنعية سيد مصطفى سعدون مدير المرسل العراقي شكرا عذرني على المقاطع أن تها وقت حجزنا